دشنا سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي مكتبة دبي السمعية أكبر مكتبة سمعية باللغة العربية في العالم وهي تستهدف سبعة ملايين عربي يواجهون تحديا بصريا بمبادرة من هيئة الطرق والمواصلات في دبي بالتعاون مع الموقع الإلكتروني العالمي بوكشير دوت أورغ وذلك تزامنا مع اليوم العالمي للتطوع وقام سمو ولي عهد دبي بتحميل أول كتاب في المكتبة وهو ديوان زايد لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الذي يشتمل على سبع وثمانين قصيدة إلى زايد ومن أجل زايد وفي حب زايد إذ يمثل عدد القصائد عمر المخفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل انهيان الطيب الله ثرى